السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم حياكم الله وأهلا مرة أخرى في هذا الفيديو اليوم رح نتكلم عن اسم الزمان واسم المكان ما هو اسم الزمان هو اسم مأخوذ من حروف الفعل ليدل على زمان حدوث الفعل واسم المكان هو اسم مأخوذ من حرف الفعل ليدل على مكان حدوث الفعل طيب اسم الزمان والمكان هو أولا قد يأتي من الفعل الثلاثي أو قد يأتي أكيد من الفعل الأكثر من ذلك الربعي وما إلى ذلك نأتي أولا إلى الفعل الثلاثي نأتي بهما من الفعل الماضي بزيادة مما فتوها على قروف الفعل والوزن مفعل ومفعل إذن خلينا نركز على شغلة مهمة إذن اسم الزمان والمكان يأما يكون مفعل فتحة فتحة أو يكون مفعل فتحة بكسرة عيد مفعل فتحة أو مفعل 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 طيب نأخذ عليه أمثلة طيب يقول نأتي به من الفعل الصحيح مضموم العين أو مفتوحها إذا عندك الفعل بيضم أو فتحة سيكون على وزن مفعل دخل يدخل مدخل خرج يخرج مخرج مخرج فتحة بفتحة لعب يلعب ملعب صنع يصنع مصنع وإلى آخره نأتي به ضروري جدا نحفظ الأمثلة على مود ما ننسى الموضوع أو الوزن نأتي به من الفعل المعتل ناقص معتل وناقص ما كان آخره حرف عله مباشرة أمثلة على ذلك سعى مسعى جرى مجرى نفس الشيء أنا إذا عندي فعل معتل ناقص يعني بآخر شيء معتل ناقص يعني بيعلى بالأخير يعني فعل يكون ناقص أثناء يقول سعى مسعى جرى مجرى أوى مأوى مجرد أخلي ميم مفتوح طبعا فتح بفتح لأن هذا هو إذا نتحدث عن الشقة الأول من عنده وهو فتح بفتح هوى مهوى طيب أما إذا كان الفعل معتل للآخر أجوف يعني يوجد فيه حرف الواو في وسطه أو حرف عله يعني بشكل عام طيب طافة يطوف الواو ها هنا عندي عادة يعود أنا عندي حرف الواو في وسطه حرف الواو في وسطه طافة يطوف خصوصا المضالع منه طافة يطوف إذن رح يصير مطاف عادة يعود معاد دارة مدار قامة مقام قالة مقال طيب على وزن مفعل نأتي به من الفعل مكسور العين إذن إذا شوكت عندي شوكت أكتبها مفعل إذا كان الفعل هو بالأصل به كسرة جلس خصوصا المضارع منه لننسى دائما المضارع جلس يجلس مجلس لماذا قلنا مجلس لأن أصله هو في المضارع يحتوي على كسرة فقلنا مجلس هبط يهبط مهبط أيضا رجع يرجع مرجع نأتي به من الفعل المعتل المثال يعني بمعنى إذا كان إذا كان معتل البداية يعني حرف العلا يكون في البداية ولد مولد ورد مورد وقع موقع أيضا يكون كسر وقف موقف وعد موعد وسم موسم وضع موضع كل هذه الكلمات تسمى اسم زمان أو اسم مكان حسب موقعها أو حسب ما هي موجودة عليه ضروري جدا نحفظ أمثلة والحركة نعرفها ضروري جدا نعرف الحركة ثالثا نأتي به من الفعل المعتل الأجوف الياء بمعنى يوجد حرف الياء مثلا صافة يصيف مصيف بات يبيت مبيت باع يبيع مبيع أخوان مجرد تأفض الأمثلة راح يجي وياك الفعل بدون تفكير الحالة يجي هو الحالة مباشرة أنت من تشوف وتعرفها بدون تفكير لأن انت حفظت الأمثلة أما إذا كان من غير الفعل الثلاثي ماذا راح نسوي أولا أولا نخلل نأخذ المضارع من عنده ونبدل حرف المضارع ميما نحط لها ضمة وبعدين نفتح ما قبل الآخر استودع يستودع مستودع فتحة مكسرة انصرف ينصرف منصرف فتحة نأتي به طبعا نشوف هنا هاي الفتحة فوق الميم وهنا أكو ضمة عفوا فوق الميم وهنا أكو فتحة في حرف ما قبل الآخر طيب هس هنا هس هنا هو راح يشبه اسم المفعول طيب الآن الليل مستودع الأسرار أكيد هي اسم زمان لأن الليل زمان يعني الصدر مستودع الأسرار أكيد مكان صدر اليوم ملتقى الأصدق أكيد اسم زمان ليش لأن اليوم النادي ملتقى الشباب أيضا ملتقى هنا اش راح نقول عليها هي اسم مكان لأن النادي مكان العلم ملتقى المتفوقين هل العلم زمان أو مكان لا إذن هو راح يكون اسم مفعول اسم مفعول هذا كل ما موجود بالنسبة لإسمي الزمان والمكان أتمنى استطعت أن أوصل لكم فكرة واستطعتم فهمها أي سؤال أو استفسر نحن حاضرين يمكنك ترك أي تعليق وسوف نرد عليكم بعون الله سبحانه وتعلم شكرا جزيلا لحضوركم ميانا ولي مشاهدتكم هذا الفيديو تحياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم